اندلعت اشتباكات عنيفة بين رجال القبائل من قبيلة قيفة بمحافظة البيضاء من جهة وميليشيا الحوثي التابعة لإيران من جهة أخرى وقالت مصادر محلية أن المواجهات المسلحة اندلعت على خلفية مماطلة ميليشيا الحوثي في تنفيذ حكم الإعدام بحق القيادي الحوثي أبو حرب الذي اغتصب طفل من قبيلة قيفة داخل السجن المركزي بردع قبل أيام وبحسب المصادر فإن المواجهات اندلعت بين قبيلة آل أبو صالح ومن يساندها من قبائل قيفة وبين ميليشيا الحوثي وسط مدينة ردع وقالت معلومات عن سقوط قتلى وجرحة وكانت محكمة ردع الابتدائية قد أصدرت حكما مستعجلا بالإعدام بحق السجين عبد الكريم أحمد صلاح العمراني المكن أبو حرب والمدام بارتكاب جريمة اقتصاب طفل من أسرة آل غليس في سجن ردع المركزي غير أن ميليشيا الحوثي رفضت الحكم وتسترت على القيادي المدان وحاولت تهريبه وهو ما جعل القبائل تتداعى لحصار المجمع الحكومي الذي يضم مباني النيابة والأمن المركزي والمحكمة وإدارة أمن مديرية ردع كما حاصرت السجن المركزي وأندلعت على إثر رفض الميليشيات تنفيذ حكم المحكمة اشتباكات عنيفة